المنظومة الصحية في العراق منهارة كغيرها من المنظومات الأخرى في بلد بات يتصدر قوائم العالم في مؤشرات الفساد والإهمال على كافة الأصعداء وزير الصحة صالح الحسناوي أقرب الفوضى وسوء التنظيم في المستشفيات العراقية وهو أمر ينعكس على المرضى وما تبقى من الخدمات التي تقدم لهم ناهيك عن الخطر الذي تسببه الفوضى على حياة الطواقم الطبية لسيما وأن الأطباء في العراق باتوا هدفا للإغتيالة والقتل ولا يخفى على أحد الحملات الممنهجة ضدهم في الآوينة الأخيرة الأطباء الجدد أو البديل المتوفر هم عبارة عن خريج جامعات أهلية هزيلة وغير رصينة تابعة لأحزاب فاسدة وميليشيات لا يهمها إلا جمع الأموال أما البنية التحتية فهي مأساة أخرى ومعظمها يعود إلى ما قبل الحصار على العراق في بداية تسعينيات القرن الماضي ويغيب عنها حتى اللحظة أي صيانة تؤهلها لخدمة الناس في الحد الأدنى لا يقف الأمر عند كل ما سبق فالفساد آخر همه حياة الناس في قطاع حساس كالقطاع الطبي إذ أقرت نقابة الصيادة بأن الأدوية الفاسدة تدخل عبر المعابر الحدودية وبأن تاريخ الصلاحية يتم تزويره داخل العراق وجه آخر من وجه الفساد يضع حياة العراقيين في مهب الخطر وهو ترك الميليشيات والأحزاب لشركات الأدوية العالمية والمعروفة والتوجه إلى شركات أدوية إيرانية غير معروفة أو معتمدة على المستوى العالمي تهالك القطاع الطبي وتغلغل الفساد داخل هذه المنظومة دفع بالأطباء الأكفاء إلى الهروب خارج البلاد فمعظمهم تعرض للقتل أو الاعتداء من قبل حماية خاصة بمسؤولين أو أحزاب متنفذة كما يدفع بمعظم العراقيين للسفر خارج البلاد لتلقي العلاج وتحمل مبالغ مالية باهظة